السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وعزائي المتابعين والمهتمين الفيديو رقم اثنين حول الاسباب المحتملة لكن هذه المرة اسباب المحتملة اللي تمنع اشجار الزيتون من الحمل او الاثمار لعدة سنوات متتالية اول سبب رئيسي هو ضمن هو عدم وصول او اللي عدم تحقق الاحتياجات البرودة الكاملة لشجرة حقيقة بعض اشجار الزيتون عندنا اشجار الزيتون تحتاج من 200 لسمية ساعة باردة تقريبا او اقل قليلا هذه اذا ما توفرت بالشتاء ممكن شجرة الزيتون لا تحمل الثمار وهذا حقيقة ليس بزيتون فقط وانما في الكثير والكثير من اشجار الفاكهة سبب رئيسي هو قد يمنع من انه الشجار الزيتون تزهر وتحمل الثمار هذا رح يسببنا تكون ماكو هناك اه تمايز زهري تحول براعم الخضرية الى زهرية رح تكون الشجرة تستمر بالنمو الخضرية فقط قد تستمر هذه العملية حوالي خمس سنوات تبقى بدون ازهار هذا طبعا يحصل كثيرا طبعا بالمناطق اللي شتاء قصير جدا او مناخات الدافئة سبب اخر ومن الاسباب الذكرنا ايضا لكن هذا السبب قد يمنع اشجار الزيتون حمل عدة سنوات وهو الحمل الغزير في سنة محددة يأتي بعدها مع ضعف الشجرة وضعف الري والعطش وجود سبب اخر مع سبب الحمل الغزير قد يمنع الشجرة ان تثمر عدة سنوات قد تزيد عن ثلاث سنوات ايضا من الاسباب اللي تؤدي لذلك التقليم الخاطئ حقيقة تقليم الخاطئ اللي رح يدي مثل واحد يزيل البراعم اللي يكون تحولت او بدأت بالتحول الى البراعم الزهرية وراح ياخرنا من دخول الشجرة في التزيد لانه كأنما رح يرجعها فتية وبالتالي تحتاج عدة سنوات حتى ترجع من جديد وهذا لازم تكون مهتم جدا لانه اي عمليات قص للشجرة لازم يكون بخبرة بسيطة واذا انت ما تحتاج تقولي يعني شغلة بسيطة لا تقصقص من كل الافرع اختار بعض الافرع وخصصا في العمق الشجرة اختار بعض الافرع وقصها حتى تترك باقي الافرع ما يصير تجي تقلم كل الافرع وهذا يحتى في الفاكهة حتى في الفاكهة موجود اكو ناس عنده هواية يعني احنا نسميها حلاقة تحلق للشجرة كاملا هذا السبب قد يؤدي تخيير الاثمار وحتى الازهار الى عدد سنوة ايضا بعض الناس عنده تسميد مفرط باليورية بالنيتروجين طبعا تسميد خصوصا باشجار الزيتون تسميد النيتروجين يدفع الاشجار للنمو الخضاري نمو الخضاري معناه عدم تحول البراعم الزهرية او تحول البراعم الى براعم زهرية تبقى خضارية وتتسمر وكأنما انت جاء تدفع الشجرة الى النمو الخضاري فقط انهاي النيتروجين العالي رح يلغي الازهار بشكل كامل ايضا من سبب موجود داما وجدته في بعض يعني هذا سبب يتدرج الى درشتين بعض الثمار مثلا صنف لبيب قبل ايام قبل ايام نزل اخضر صنف الجلط وهو طبعا حقيقة نضج قبل يعني اكثر من شهر هذا لانه كان في يعني منطقة يعني قليلة الضوء الشمس لكن الظل الكثيف وقلة الضوء لانه الزيتون يحتاج الى اكثر من سساعات مش مسى شمس كاملا بالتالي ان الاجار الزيتون مزرعة بالظل او في بستان كثيف او تحت النخل او تحت اشجار هذه ممكن تبقى البراعم خضرية لعدة سنوات ولا تحمل الاثمار ايضا هذا السبب رح يقدي لك الى انه ممكن تبقى سنوات بدون حمل الى ان يوم اه تنفح عن الشجرة وزيل بعض الاشجار حتى يدخل الضوء الى شجرة الزيتون او يعني سوي لتقليم جار وتنقلها الى مكان مشمس اخر ايضا اه مسألة مهمة جدا مسألة العطش وخصوصا اثناء فترة يعني التمايز وهو خصوصا بعض الناس اذا دخل الخريف ودخل الشتاء لا يروي الزيتون وهذه مسألة مهمة جدا هنا مسألة مهمة جدا دائما شجرة الزيتون حتى بالشتاء اشجار الفاكه عموما يعني يجب انه تعطيها ماء خصوصا اذا كان الامطار قليلة جدا لكنه في فترات محددة ممكن صيب العطش في اشهر مثلا اب وهذا شهر مهم جدا ممكن تتمايز بعض البراعم وتتحول الى براعم زهرية هنا ممكن انه انت ما تعطيش ممكن تفقد كل الازهار اللي عنده ايضا من ضمن الامور الاخرى اللي هي الامراض حقيقة وخصوصا الحفارات وبعض الحشرات اللي صيب البراعم هذه كلها تضعف بالشجرة وامراض الفطرية وامراض الحشرية تضعف بالشجرة وتؤدي الى انه اشجار الزيتون ما رح تستطيع الاثمار ابدا او اثمار قليل جدا بسبب وجود تلك الحفارات لذلك يجب انه انتباه على هذه المسألة جدا وتفحص الشجرة وراح تبين حالة الضعف واضحة على الشجرة طبعا سبب اخر يكون اختيار للصنف قد يكون اختيار للصنف خاطئ يعني عندنا بعض الاصناف ممكن تختار انت اصناف تحتاج الى عدد ساعات باردة يعني اذكركم مثال بعض الاصناف التركية يعني انا انصحت جماعة انه ما يزرعوها وخصوصا لانه يحتاج عدد ساعات باردة كثيرة هذه العدد الساعات الباردة ما موجودة في مناطقنا وبالتالي عمليا زراعة هذا الصنف راح يبقى في طور النمو الخضري فقط ايضا من ضمن الاسباب الاخرى حقيقة عندك هو خلل في الهرمونات وهذا يعني سبب ممكن يؤدي ايضا الى انه تثبيت نمو البراعم الزهرية ايضا حقيقة السبب اللي ذكرنا ايضا الاسباب اللي تخلي اشجارك عدة سنوات ما تحمل ومن ضمن ايضا لازم نذكر السبب اللي اشجار الفتية اللي تبقى ممكن حتى تعبر عشر سنوات ما تثمر عندك الاشجار واذا اريد الاخص لكم السبب او الاسباب الثلاثة الرئيسية اللي تمنع اشجار الزيتون من الحمل لعدة سنوات والتقليم تبقى عندك ثلاث اسباب مهمة جدا هي اولا نقص البرودة اللي عدة الساعات الباردة احتاجها بالشتاء وجود يعني شون ريد اقول اياها دفع الشجرة للنمو الخضاري وهذا طبعا اسباب كثيرة ممكن تتبط معها ايضا الظل ممكن يكون سبب رئيسي اخر حتى يمنع لك اشجار من الزيتون يمنع اشجار الزيتون من الاثمار كل هذه الاسباب حقيقة ممكن تكون سببين او ثلاث اسباب مندمجة خلي تمنع لك اشجار الزيتون ان شاء الله تعالى المرحلة جاية رح نخرج على بعض البساتين او اشجار الزيتون اللي تكون بساتين اخرى تحمل الاثمار طبيعيا تحياتي